يجب أن ألقي على مسامعك قصيدة من الشعر يا بنيك تحفظها إذا سمعتها مرتين حفظتها يا مولاي من مرتين فقط عظيم وأنت يا أوماليث ثلاث مرات يا مولاي عظيم وأنا أحفظها من مرة واحدة فقط إذن للشعر بالدخول؟ إذن للشعر بالدخول؟ السلام على مولاي أمير المؤمنين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن تعرف الشرط يا بنيك أجل يا أمير المؤمنين وإني لشاعر فحل فحل ما فحولتك؟ نظمت قصيدة طويلة عظيم فإن كانت من قولك جزيناك عليها وإن كانت من منقولك لا يمكن لك عندنا أي شيء إنها لي عظيم نعطي أسمعنا إن الخلافة مذ كانت ومذ بدأت مرسومة بفتى من آل عباسي إذن قضى عمر هذا قام ذا خلفا فلاحت الشمس وامتدت على الناس فقل لمن يرتجيها وغيرهم سفها فقل لمن يرتجيها وغيرهم سفها لو شئت روحت كرب الظن بالياس لا فاكفا يا بنيك هذه قصيدة لابن الرداد وأنا أحفظها منذ زمن إن الخلافة مذ كانت ومذ بدأت مرسومة بفتى من آل عباسي إذن قضى عمر هذا قام ذا خلفا فلاحت الشمس وامتدت على الناس فقل لمن يرتجيها وغيرهم سفها لو شئت روحتك كرب الظن بالياس سبحان الله يا مولاي يتشابه من الشار البيت والبيتين أما قصيدة كاملة أقسم لك يا مولاي لا تقسم لا تقسم يا بني لا تقسم لدي من يشهد على هذا يا غلام مولاي هل سمعت يا بني بشاعر اسمه ابن رداد نعم يا مولاي فقد مدحكم في قسيدة مطلعها قل إن الخلافة مذ كانت ومذ بدأت مرسومة بفتى من آل عباسي أفا يا بني أقسم الله إني أحلق قل لكم تقولون هذا معشر الشعراء والله لو لا إنني أحب الشعر لجلتك مئة تجند إذا في حالك يا بني إذا في حالك أمر مولاي إذا في حالك والله لقد قال قصيدة جنود ثم حضرت جارية ألقت قصيدتي كأنها تحفظها منذ ده عجيب أيمكن أن تكون قد حفظتها من دون قصد وحسبتها لنفسك لست أدري كل ما أعرفه أنني نظمت قصيدة تحفظت قبل أن أنضمها هذا هو الأصمعي السلام عليكم وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته ما بكم أيها الأخوان أمر عجيب غريب خيرا إن شاء الله ننظم قصائدنا من قليات أفكارنا وخليجات مشاعرنا نكتشف بعدها أن ثلاثة يحفظونها عن ظهر قلب ثلاثة يا أصبعي ثلاثة وأين حدث هذا؟ في بلاط أمير المؤمنين في بلاط أمير المؤمنين؟ أجل لابد أن في الأمر نقشا وحيلة السلام عليكم وعليهم السلام وفاكروا عن دار يا مولاي هل يعرفوا الشرط؟ نعم علمته بالشرط يا مولاي حسنا بلدخل الشاعر الأصمعية أمير المؤمنين السلام على مولاي أمير المؤمنين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا للأصمعي هل تعرف الشرط؟ نعم يا أمير المؤمنين تماما كما أعرف الجائزة وزن ما كتبت عليه ذهبا هذا إذا كانت لك خاطئ يا أصمعي خاطئ يا أصمعي خاطئ يا أصمعي وأنت يا سيد لي وسيدي ومولي لي فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي قطفته من وجنة من لثني ورد الخجلي فقال لا 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 وقد غدا مهرولي والخوذ والخوذ مالت طربا من فعل هذا الرجل فولولت وولولت ولي ولي يا ويل لي فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي قالت له حين كذا انحط انحط وجد بالنقل وفتية سقونني قهوة كالعسل لي شممتها بأنافي أزكى من القرنفلي شممتها بأنافي أزكى من القرنفلي في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي والعود والعود دندنا دنالي والطبل طب 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 لي والصقف سقسق سقسق لي والرقص قطاب لي شوى شوى وشاهشي على ورق سفرجلي وغرد القمري يصيح ملل في مللي لو تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي ولكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي إلى لقاء ملك معظم مبجلي يأمر لي بخلعة حمراء كالدم دمدملي أجر فيها ماشيا أجر فيها ماشيا مبغددا للذيللي أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدب لي أقول في مطلعها صوت صفير البلبل ما رأيك يا مولاي رأيك يا مولاي ماذا؟ هل سمعت بهذه القصيدة من قبيل لي؟ من قبيل لي؟ لا والله ما سمعت بها من قبل ولكن دعني أولا أسالي لي يا ربيا نعم يا مولاي الغلامة والجرية في الحال يا مولاي سمعت ما بقصيدة أطلعها صوت صفير البلبل صوت صفير البلبل هيج قلب السملي ولي 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 أصمت 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 قباحك الله و أنت قطعني يا مولاي قلوبة عبرتي طيب هاتي يا أسماعي هاتي قصيدتك حتى أعطيك وزن ما كتبت عليها ذهبا المهذر يا مولاي ولكني لم أكتب قصيدتي على ورق فعلا ماذا كتبتها؟ ورثت عن أبي عمود رخام فنقشت عليه قصيدتي وهو على بهر ناقتي لا يحملها إلا أربعة من جنودك عمود رخام نعم لا أذكر أنكم اشتردتم كتابة القصيدة على ورق نعم نعم يا ربي نعم يا مولاي أعطي الأسماعي وزن ما كتب عليه قصيدته ذهبا إن فعنا ذلك ستنفد خزائن بيت المال يا مولاي أمل أمل أترضى بأن يفرغ بيت المال من أموال المسلمين يا أسماعي؟ لا لا أرضى بذلك ولكن بذاكرتك القوية يا مولاي قطعت أرزاق الشعراء فماذا إذن؟ أتنازل عن حق يا مولاي ولكن بشرط واحد أن تعطي الشعراء حقهم في قولهم ومنقولهم ترديت شكرا لك يا مولاي السلام عليكم شكرا لك